السلام عليكم متابعي دراما سبورت توقعاتي لبطولة كوبا أمريكا اللي وصلت لمراحلها الأخيرة ما في مفاجآت المنتخبات الكبيرة كلها تأهلت للدور ربع النهائي بالمباراة الأولى للدور ربع النهائي مباراة بين صاحب الأرض منتخب البرازيل ومنتخب البارغواي منتخب البرازيل مستضيف البطولة عم يقدم لهلا أداء جيد نوعا ما أداء مميز هجوميا بالرغم من إصابة نجمه الأول نيمار إلا أنه بالمباراة الأخيرة أثبت أنه جاي ليحقق اللقب وخاصة أنه المباريات والبطولة بأرضه منتخب البارغواي تأهل كصاحب أفضل مركز ثالث استفاد من نتائج بقية المنتخبات اللي بالمجموعات التانية منتخب البارغواي مانو بهالمستوى اللي بأهله ليفوز على منتخب البرازيل فلذلك أنا بتوقع تأهل منتخب البرازيل للدور نصف النهائي بالمباراة التانية للدور ربع النهائي حنشوف مباراة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فانزويلا منتخب الأرجنتين تأهل كتاني للمجموعة منتخب الأرجنتين فينا نحكي أنه لسه ما فرض شخصيته وأنه جاي لينافس على اللقب المدرب السكلوني لهلا ما اعتمد على طريقة واضحة للعب وكمان ما اعتمد على تشكيلة ثابتة يلعب فيها مع المنتخب الأرجنتيني لكن الأرجنتين بتبقى الأرجنتين ومن الصعوبة أنك تقارن مستوى منتخب الأرجنتين بمنتخب فانزويلا المتطور لكن تأخل الارجنتين على حساب فانزويلا لازم يكون امر مفروغ منه منتخب فانزويلا منتخب قاتل بالمرتدات منظم دفاعيا لكن الارجنتين عنده ميسي ممكن نشوف مفاجآت بهاي البطولة لكن من المستحيل انك تتوقع تأخل فانزويلا على حساب الارجنتين فلذلك الارجنتين انا بتوقع تتأهل للدور نصف النهائي المباراة الثالثة بالدور ربع النهائي راح تكون بين منتخب كولومبيا واللي عم يقدم كرة ممتعة وكرة مميزة ضد منتخب تشيلي حامل اللقب واللي كانت بدايته بالبطولة نارية بني اعتبر مباراة كولومبيا وتشيلي المباراة الاقوى بالدور ربع النهائي لكن انا راح اتوقع تأخل تشيلي كونه متمرس اكتر من المنتخب الكولومبي بهاي البطولة المباراة الرابعة بالدور ربع النهائي راح تكون بين منتخب الارجواي ومنتخب البرو منتخب الارجواي منتخب كامل المتكامل عنده أخطاء بعض الأخطاء بالدفاع وأخطاء من الحارس لكن بيبقى الأوروغواي منتخب كبير من كبار منتخبات العالم. البيرو حالة كحال البارغواي تأهلت كثالث للمجموعة واستفادت من نتائج بقية المنتخبات. منتخب عميعاني دفاعيا منتخب من الصعب مقارنته بمنتخب الأوروغواي اللي عنده كافاني وسواريز لذلك أنا بتوقع تأهل منتخب الأوروغواي للدور نصف النهائي. حالة أهل منتخب البرازيل ومنتخب الأورجنتين رح يلتقوا بالدور نصف النهائي مباراة رح تكون كلاسيكو العالم مباراة من أقوى مبارايات العالم ما فيك تعتمد على تشكيلة معينة أو تعطي خطط معينة مباراة بتعتمد بس على تركيز اللاعبين لا أكتر ولا أقل صراحة بهيك نوعية من المبارايات صعب جدا تتوقع النتيجة لكن أنا رح أختار منتخب البرازيل عطفا على أداءه المميز من بداية البطولة لهلا وكمان على أداء الأورجنتين السيء أو المو مقنع أبدا بالنسبة لأي مشجع لكرة القدم كمان بصراحة أنا كمشجع لكرة القدم بتمنى فوز منتخب الأورجنتين بهذه البطولة على الأقل مشان ميسي كوني أنا محب للعيبة كرة القدم كريستيانو وميسي بتمنى يحققوا إنجازات مع المنتخب مثل ما عم يحققوا مع الأندية فلذلك بعض التعاطف مع الأورجنتين بسبب ميسي لا أكتر ولا أقل لكن أنا بتوقع بشكل شخصي إنه المنتخب البرازيلي هو الأفضل وممكن يتأهل المباراة النهائية كون المباراة المباريات على أرضه والبطولة على أرضه ومنتخب أفضل كتشكيلة وكأداء من المنتخب الأورجنتيني المباراة التانية من الدور النصف النهائي ممكن نشوف اللقاء بين منتخب الأورجواي وتشيلي كمان مواجهة نارية منتخب الأورجواي مثل ما حكينا منتخب متكامل عم يعاني شوي من أخطاء دفاعية لكن منتخب قوي جدا ومنتخب تشيلي كمان منتخب قوي خسارته بنتيجة 1-0 بمباراة دور المجموعات مع الأورجواي كان بسبب افتقاده لمجهودات الكابتن فيدال وكمان غياب بعض اللاعبين لكن منتخب تشيلي دائما منتخب متمرس بهاي البطولة لكن إذا عندي توقع فأنا رح أختار منتخب الأورجواي منتخب الأورجواي أجهز من منتخب تشيلي هالموسم أو بهاي البطولة إذن بالمباراة النهائية ممكن نشوف مواجهة بين منتخب البرازيل ومنتخب الأورجواي مواجهة تاريخية لمنتخبين متمرسين على لعب المباريات النهائية والمباريات بالأدوار المتقدمة أنا بصراحة دائما بصفعة بجانب صاحب الأرض بتمنى دائما في حال إذا ما فاز الأرجنتين مشان ميسي فأكيد بتوقع فوز منتخب البرازيل كونه عم يلعب أرضه في دعم جماهيري هلا حدا بيقلي أنه ممكن منتخب البرازيل يخسر بسباعية متل ما خسر مع ألمانيا لكن هاي بتظل منتخب ألمانيا ألمانيا غير كل المنتخبات بيفوز عليك سبعة وانت مرتاح فلذلك أنا بتوقع منتخب البرازيل ممكن يفوز بلقب كوبا أمريكا هاي توقعاتي بتمنى كمان أنتو بتكتبوا بالتعليقات توقعاتكم لهاي البطولة مين المنتخب الأفضل مين المنتخب اللي ممكن يحقق اللقب أي شيء بتمنى نشوفه بالتعليقات وبتمنى ما تنسونا من الدعاء والحب اشتركوا في القناة